إذا وصلت كتلتكم إلى الحكم ما الذي ستقدمونه للناخب العراقي الذي يعيش في منطقة لا تأتي الكهرباء إليها غير ساعات قليلة ولا يزورها الماء إلا كل أربعة أيام السيد عباس الياسر أولا معك دقيقتان تفضل أعتقد هذه أيضا مشكلة عويصة هناك وفرة في الإنتاج ولكن هناك سوء في التوزيع وهناك تهالك شبكات للتوزيع الكهرباء وهذه بحاجة إلى معالجة وأنا أعتقد أن الاعتماد على شركات عالمية ذات تخصصات في هذا المجال هو الحل الوحيد لإنهاء مشكلة الكهرباء في العراق وأن عمليات الترقيع المستمرة وزيادة القدرة أو زيادة الإنتاج الكهربائي مع وجود هذه الخطوط المتهالكة وعدم حماية شبكات الكهرباء كل هذه لن تجدينها في عنوى وبالتالي هناك لابد أن يكون عمل متكامل لهذا الموضوع وهو أيضا ينطبق على موضوع شبكات الماء حيث هناك كثير من مناطق في العراق تعاني من هذه المشكلة وضعنا في الاعتبار أن هذه المشاكل لا بد أن تكون من الأولويات أي من المعيب أن يكون الإنسان في القرن الواحد وعشرين وهو لا يتحصل على ماء صالح للشرب وعلى كهرباء وعلى خدمات وبالتالي أنا أعتقد أن الاستعانة بالخبرات الأجنبية إضافة إلى الخبرات العراقية والكوادر العراقية نستطيع أن نحل هذه المشكلة ولكن علينا أن نبعد كل هذه الملفات وعدم تسييسها وهناك قطاعات يجب أن تخرج من المحاصصة ومنها الصحة ومنها الخدمات وغيرها لأن سبب التلقى في هذا المجال هو عملية المحاصصة التي كانت غطاء للفساد وغطاء إلى عدم الكفاءة وإلى التلقى والفشل في الكثير من القطاعات لا سيما أنه كثير من الوزارات تم ترشيح لها ووزراء ليس من ذوي الاختصاص وكانت هذه النتائج نفس السؤال موجه للسيد شيركو جودة تفضل بالإجابة نعم نحن نعتقد في الاتحاد السكامل الكردستاني بأن موضومة الطاقة في العراق وأقليم كردستان تعاني من عدم وجود استراتيجيات واضحة للطاقة ما لعلم بأن العراق وأقليم كردستان قد منحها الله سبحانه وتعالى من كافة مصادر الطاقة سواء كانت الضوئية والحرارية وما إلى ذلك وتحت الأرض وما فوق الأرض عدم وجود استراتيجيات تواضحة لإدارة منظومة الطاقة في العراق بالتأكيد تسببت في خلق بيئة فاسدة لإدارة هذه المنظومة والطاقة الكهربائية من إحدى مصادر الطاقة ومواردة الطاقة العراقية الضخمة في دراسة أجرتها شركة سامسونج هذه الشركة درست الواقع المنظومة الطاقة الكهربائية في العراق وتعهدت بأنها تستطيع أن تصلح منظومة الطاقة الكهربائية في العراق إلى 24 ساعة لإعطاء طاقة كهربائية للمواطن العراقي في سنتين وبملياري دولار من الذي يمنع هذه الإصلاحات؟ من الذي يؤيد الترقيعات من هنا وهناك؟ وصرف أضعاف أضعاف هذا المبلغ الذي ذكرته في ترقيعات لا تصلح منظومة الطاقة الكهربائية في العراق الفسد والمستفيدين من صفقات فاسدة في مجال الطاقة الكهربائية هم الذين يقطعون الطريق أمام الإصلاحات الجذرية في مجال الطاقة الكهربائية أكثر من 36% من الطاقة الكهربائية المتولدة في أماكن توليد الطاقة الكهربائية يفقد إلى أن يصل إلى المواطن العراقي 36% من الذي يرضى بهذا؟ من الذي لا يحاسب؟ من الذي يؤيد الترقيعاتهم؟ دورك سيد خالد دعيد الإجابة تفضل لديك دقيقتان سيد خالد نعم نواب نازل أخذ حق الديمقراطية تحت قبة البرلمان سيذهبون لمحاسبة كل مسؤول تنفيذي كان سبب في انقطاع الماء أو انقطاع الكهرباء عن الشعب العراقي مثل ما بينا هناك خلل طيلة 18 عام يجب أن يحاسب عليه كل مسؤول فاسد ومقصر في ذات الوقت يجب تفعيل الرقابة على الحكومة القادمة والذهاب باتجاه تحفيز المؤسسات التنفيذية لتوفير كل ما يمكنه من توفير البنى التحتية سواء الماء أو الكهرباء أو حتى الطرق إلى آخر من هذه الأمور بكل أسف اليوم المرشحين الذين يذهبون إلى الانتخابات يلجأون إلى استخدام نفوذهم السياسي من أجل عذرا توفير محولة كهرباء بسيطة أو تعبيد شارع أو توفير ماء لمنطقة معينة هذه كارثة بكل صراحة من جهة ثانية موضوع الطاقة في العراق هي أزمة من نواحي كثيرة لحد الآن العراق رغم أنه من أكثر البلدان التي تتعرض للإشعاع الشمسي طيلة شهور السنة إلا أن نجد أنه لا وجود لاستخدام الطاقة البديلة وهي موضوع السولر سيل الخلايا الشمسية إضافة إلى طاقة الرياحة التي من الممكن استفادها منها في المناطق الصحراوية كل هذا بحاجة إلى تشريعات تلزم الأجهزة التنفيذية باتجاه تطوير برامجها من جهة ثانية حتى النفايات من الممكن إعادة تدويرها واستخدامها في طاقة الكثير من دول الجوار يذهب بهذا الاتجاه بخصوص الماء يعني العراق بحاجة إلى أن يلزم جيرانه بتوفير حصص إضافية من الماء وكل هذا بحاجة إلى عمل سياسي منظم خارجي للعراق يلزم هؤلاء الجيران بالالتزام بالمواثيق الدولية فنحن نرى اليوم دجدو الفرات يعاني الكثير من انخفاض مناسب المياه من جهة ثانية مشكلة توزيع الماء أصلا هي تعاني من خلل كبير وبحاجة إلى عادة تصويب أيضا من الدوائر المتعلقة بهذا الموضوع سيد سرمد البياتي تفضل الفساد الفساد هذه الآفة التي ستحرم وحرمت العراق من الكهرباء والماء النظيف وزارة الكهرباء يحتاج لها حقيقة إدارات تتغير تماما ربما سمعتها من الكاظمي شخصيا وزارة الكهرباء ربما تدار من 30 ألف شخص الموجودين بيها 230 ألف شخص هذا الترهل يسبب الكثير من الأخطاء في هذا الموضوع الفساد هو الذي أوصل العراق إلى هذه المرحلة ما صرف على الكهرباء يكفي ميزانية الدول لعدة سنين الآن ذهب من ذهب ومضى من مضى الآن نحتاج إلى ناس حقيقيين يعملون في هذا الإطار ونحتاج إلى مراقبة حقيقية داخل قبة البرلمان إلى هذا الموضوع مراقبة حقيقية لا يقول أنا فلان مدعوم من فلان كتلة ومن فلان كتلة إلى متى العراق أنا اليوم ذكرت قلت بأنه تظاهرات 2019 يعني رغم قوتها التشرينية لكن هذه المرة إذا أتى ببرلمانا سيئا أو حكومة سيئة سترون أمورا أخطر من ما حدث في التشرين أنا أرى أنه نحن نقوم بحدث العالم على الانتخابات من أجل تغيير الواقع الصحي والقدمي مثل ما والكرواء لكن إذا لم توفي الحكومة القادمة بوعودها أنا لا أستطيع أن أضمن لك ماذا سيحصل في الشارع العراقي فالجميع متدمر نحن صيفنا حار ونحتاج يعني ما معقولة إحنا مجال الطاقة لا نستطيع معالجة طيلة 18 عاما ليس من المعقول ذلك ولا من موضوع المياه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر